السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية منها ما هو مفيد للجسد والآخر ضار وسام وكوننا في عصر الوجبات السريعة فلا تخلو هذه الأطعمة من الزيوت المهدرجة التي يتم استخدامها في أغراض الطهي سنتعرف اليوم بشكل موسع أكثر على الزيوت المهدرجة ما هي وأين توجد وأبرز أضرارها ما هي الزيوت المهدرجة الزيوت المهدرجة هي زيوت نباتية يتم تسخينها إلى درجة حرارة عالية وتعريضها لأعلى درجات الضغط وخلال وصول الزيوت لأعلى درجة حرارة من الغليان يتم إضافة الهيدروجين لتتحول الزيوت من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة حيث يتم الاعتماد على الزيوت المتحولة أو المهدرجة في تصنيع الأطعمة لأنها تزيد من صلاحية المادة الغذائية المصنعة لأطول فترة صلاحية وكذلك تحسن من قواب ومذاق الغذاء وتحميه من العفن أين توجد الزيوت المهدرجة؟ تتواجد الزيوت المهدرجة في المعجنات والقاتوهات والبطاطا المقلية والكعك المقلي والبسكويت التجاري والشوكولاتة والسمن المهدرج والنحوم المقلية بالدهل والسمك والقريدس المقلي والدجاج المقلي والمكسرات ورقائق البطاطس والزيت المستخدم في القليل أكثر من مرتين أضرار الزيوت المهدرجة تدمي القدرات المناعية في جسم الإنسان حيث يكون السبب الأساسي وراء حدوث تلك المسكلة هي تكون مواد سامة بشكل كبير ومتي تكونت بسبب تعرضها للشمس أو حتى للضوء عند التخزين السم بشكل مفرط وزيادة الوزن من خلال تراكمها تحت الجلد في خلال 51 يوم تقريبا كما أنها تتراكم بشكل خاص في منطقة البطن والأرداف والسبب أن الزيوت المهدرجة تحتوي على الهيدروجين لذلك تبقى في الجسم قويلا لأنها صعبة الهضم ولا تتوزع في الجسم وإنما تتراكم في البطن الإصابة بمجموعة من الأمراض المزمنة والتي على رأسها ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ أيضا مع الإصابة بمرض السكري هذا بشكل كبير ويكون السبب وراء هذا هو قيامها بالتأثير على مستقبلات هرمون الأنسلين التي تتواجد في الجسم ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم والذي يتسبب بحدوث مشكلات صحية كبيرة والذي يكون على حساب الكوليسترول النافع في الدم مما يتسبب في حدوث تراكم الدهون على جدار الشرين مما يتسبب في حدوث مشكلات مع الزمن وهي الانسداد والتي تتسبب في حدوث أمراض القلب مع الجلطات في الدماغ واحتمالية حدوث جلطة أو شلل حدوث مشكلات وأمراض في القلب وأيضا مرض تصنب الشرين ناتج عن تكون الدهون في صمامات وأوعية القلب ما زيادة نسبة الإصابة من مشكلات دهون الكبد وأيضا الإصابة بتكون حصوات في المرارة هدرجة الزيوت وإضافة مركبات صناعية أخرى لها لتتحول للحالة الصلبة ولتصنيع السمن النباتي منها يزيد من فرص الإصابة بالسرطان نظرا لاستخدام مبيدات الأعشاب ومبيدات الآفات في الممارسات الزراعية فيمكن أن يؤثر على زيت الضرى الذي يستخدم في القلي مما يزيد من فرص إصابة الكبد بالتسمم وهذا يؤدي إلى مشاكل صحية بالكبد لا تنتهي كما أن زيت القلي والأطعمة المقلية عموما تؤثر على وظائف الكلة وتصيبها بخلل ويمكن أن تسبب الإصابة بالفشل الكلوي الذي يعتبر من الأمراض الخطيرة وأخيرا أفضل الطرق لإستعمال الزيوت دون حدوث مثل هذه الأعراض السابقة هو استعمال زيت الزيتون وزيت النخيل وزيت الكنولة وزيت بذور اليقطين الطبيعي الطازج غير المهدرج بالطبع الزيوت تتغير مع الوقت لذلك اشتري الكمية التي تحتاجها من الزيت أولا بأول تلك هي أفضل الطرق للحفاظ على صحة سليمة مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المشاهدة